متى تتوقع إقرار الموازنة أو قانون الموازنة؟ هل من إرادة برلمانية حقيقية لتمرير الموازنة؟ أم أن هناك معوقات قد تحول دون ذلك؟ طبعا بالتأكيد العراق بحاجة إلى موازنة عن تقديرات الأولية وزارة المالية لغاية الآن لم تناقش الموضوع مع مجلس الوزراء لأقرارها من قبل مجلس الوزراء ثم الذهاب إلى البرلمان بتقديري شباط يفترض أن يشهد تمرير موازنة 2023 لأن عملية التعطيل أكثر من هذا الوقت بالتأكيد ستساهم بزيادة مستوى عدم الاستقرار الاقتصادي خاصة على مستوى المشاريع الاستثمارية حل الإشكال بين الأقليم والمركز بتثبيت نسبة الإرادات حصة الأقليم 13.6 بالتأكيد مع إضافة بند يمكن أن يساهم في قبول الأقليم بتمرير هذه النسبة في حالة وجود تعداد سكاني ويظهر أن هناك عدد أكثر من حصة الأقليم أكثر من 13.6 من الممكن أن يعوضون بمبالغ تعتبر دين على وزارة المالية سعر برميل النفط يمكن أن يقترب من 70 دولار خلال هذه الفترة يعني يمكن أن يقرب 70 دولار وجود وفورات مالية مدورة من 2022 ب28 مليار دولار أيضا ستساهم في قبول جميع الأطراف بتسوية مالية على مستوى البيترو دولار على مستوى إعادة تأهيل مدن مدمرة أو على أساس حصة الأقليم اشتركوا في القناة